طيب إمام عشور الجزء اللي عاي فيه مباراة موزنبيك والشوت الأول النهاردة مش ده إمام عشور خالص صحيح الشوت التاني ده نسخة إمام عشور الأصلية اللي هو في الدفاع بيعرف استخلص الكرة بشكل كويس في الجنب يعرف يخترق المنطقة الجزائق اللي هو واحدة عنا نسرخ كلنا الرزع بتاعت إمام عشور تخلص الحكاية بس ما رزعهاش بس إمام عشور ده النسخة الأصلية في الشوت التانية نعرفك إيه في إمام عشور إمام عشور الشوت الأول كان واخد مهام كتير كان بيضطر ليطلع على الجنح اللي ما بيدخل مرموش إنسايد بيلعب تمانية بينزل تحت ولكن سوء أداء محمد النيني النهاردة أثر على الاتنين اللعبة بتوع مركز تمانية بكل حال مرح الكرة ما بيجيليش الكرة ما بترجع ليش محدش بيستخلص الكرة ويرجعها فأنا بضطر كلاقب مركز تمانية سواء حمدي أو إمام الاتنين يرجعوا تحت علشان يشتغلوا فبيخرجوا بره المناطق اللي بيعرفوا يشتغلوا فيها وده لما خرج النيني وعلى الرغم إن إحنا بقى إلا بنلعب باتنين بس في وسط الملعب لأن إحنا عايزين نرجع في المباراة بقى عندك بتلعب أربعة أربعة اتنين باتنين اللعيبة حمدي فاتح لايب مركز ستة إمام عشور لايب مركز تمانية سبحان الله كنت بتلعب بتلاتة في وسط الملعب والتلاتة مش قادرين يشتغلوا لما بقوا اتنين المجهود تم مضاعفته على أمام وعلى حمدي لكن إمام هو اللاعب الأعلى الأعلى في منتخب مصر في الشوت التاني من حيث المردود البدني والتكتيكي في الملعب أنا قلبت الطريقة بقى بيلعب لوحد ولعيب مركز تمانية أكتر لعيب استخلص الكرة في المباراة معنا جراف أرقام إمام عشور في هذه المباراة وخلي بالك ده مجمل المباراة حتى مع سوق أداءه في الشوت الأول أكتر لعيب استخلص الكرة من الفريقين في هذه المباراة وإمام عشور عشر برات محاولات على المرمى حول مرتين المرتين آه كان الكرة ضعيفة محتاجة قوة شوية لكن المرتين كانوا على المرمى صناعة الفرص صنع فرصة خطرة وحيدة التمريرات الصحية حتى 32 على 38 بنتكلم على نسبة 84% الرقم اللي بعده فأنت بتتكلم على أنه أكتر لعب اشتغل يا كريم في هذه المباراة أكتر لعب اشتغل بدني خاصة في الشوت التاني ومعنا بعض الصور والحالات لإمام عشور لما استعرضها عشان الوقت إمام يا كريم الشوت التاني أنقذ الحالة العامة لوسط ملعب منتخب مصر من حالة سيئة جدا إمام الشوت الأولان اللي كان بيشتغل دايما على الجناح يا كريم بيطلع بره الملعب كتير بيحاول يلاقي حل مع دخول مرموش إنساء بص هنا مرموش هو التاني اللعيب عشان السورة طبعا مش واضحة هو لو إحنا عدنا اللعيبة من تحت السلاح بعدين حمدي بعدين مصطفى مرموش هو العبرة خم اربعة وإمام العبرة خم خمسة إمام دايما كان بيحاول يلاقي الحلول إنه إطلع على الطرف يشتغل كجناح ناحية الشمال وده كان بيأثر على أدوار في وسط الملعب بتاع إمامه روح الفريم اللي بعده عشال وقت هيستلم هيعدي واحد هيضرب هنا واللقطة اللي بعدها على طول هيعدي واحد على واحد كمل فريم اللي بعده دي كرة دي اللقطة اللي جبناها في لقطة التحكيم اللي بعده اللي بعده دي برضو الكوال الزم blond بعدها على طول عنده القدرة دايما إنه يشتغل على الجناح عنده القدرت أنه يعدي واحد على واحد ده ده كل اللقطات دي أنا لسه بروح شوط تاني يعني كل اللقطات دي في ظل أداء ممتاز فيه شوط أداء غير ممتاز شوط دي واحدة من اللقطات اللي أبت لك أنه حقف عندها ولاقطة مش بس الكواليتة يا كريم ولا البدني الروح لاقطة تريزيجيب تاعد الجني التاني روح لقطة الضغط بتاع مرموش والضغط بتاع ترسجيبت في الجنل الأولاني روح اللقطة هنا بتاعة إمام عشور روح مع أكوالة إن الرجل قادر يدي بدني لحد الدقيقة تسعين وخمسة وتسعين قادر يرجع يشتغل القرى بالمناسبة دي يا كريم الرجل فيها كمل حد الثمنتاشر وعمل بصل عمر مرموش للرجل شطر آه يعني هو خدها وكمل بيها خدها من عند الثمنتاشر بتاعتنا وهو عامل سبرينت من وسط الملعب رجع حطها تحت رجله وكمل وبعدين عمل البصل المرموش دي كواليتي يا كريم والرجل كان قادر يدخل كل الالتحامات السنائية يا كريم النهاردة ويكسبها الرجل كان قادر إن هو يشتغل كل الشغل البدني والتكتيكي إمام عشور واحدة من أفضل أداءاته مع منتخب مصر في الشوت الثاني النهاردة إمام عشور هي دي النسخة اللي أنا محتاجها من إمام عشور هي دي النسخة اللي أنا كنت محتاجها أشوفها في وسط ملعب منتخب مصر للعيب مركز ثمانيا المتطور اللعيب اللي عنده كرة قادر هو يحطه كرة تحت رجله وقدر يعمل كل الشغل الدفاع